هذا الجدل السياسي وتمسك الفرقاء بمواقفهم كيف ينعكس على الواقع الاقتصادي للبلاد بشكل عام وعلى الواقع المعاشي للمواطن بشكل خاص مساء الخيرات بطبيعة الحال الوضع السياسي أو الانسداد السياسي اللي مربي العراق أثر على القطاعين العام والخاص أثر على العام باعتبار أنه شل حركة البرلمان وهو شل حركة الدولة بالحقيقة عدم وجود موازنة أو عدم المصادقة على الموازنة ولكن هناك كذلك ليس هذا هو فقط الموازنة وإنما الفساد الكبير خاصة خلال هذه السنة ازداد الفساد بسبب الفوضى السياسية بسبب المناحرات السياسية ازداد الفساد أضعاف وأضعاف هذا شل حركة الدولة هذا من جانب هذا على القطاع أما موظفين القطاع العام فيستلمون رواتبهم يستلمون حقوقهم كما واحد على الاثناش هو الساري المشكلة الكبيرة التأثير الأكبر صار على القطاع الخاص القطاع الخاص العراقي الآن فقد أكثر من خمسين بالمئة من نشاطه وخاصة من عمال ونحن نعلم أن عدد العاملين في القطاع الخاص أضعاف عدد العاملين في القطاع العام فأثر بالحقيقة على دخولهم أثر على مواردهم أثر على نفسياتهم كذلك إقرار قانون الدعم أبطار سيد ثائر ألم يكن بديلا أو كافيا عن الموازنة خلال الفترة الحالية المشكلة في قانون الدعم الطار أن الحكومة تحاول الحقيقة تصدل كثير من الثغرات وهو ساهم نعم لحد ما ساهم في حل بعض المشاكل وليست كل المشاكل لكن المشكلة كذلك تبقى توجس حتى الحكومة توجس الدولة من الفساد الذي يدخل ضمن تطبيق بنود قانون الدعم الطار يعني قانون الدعم الطار جيد بشكل عام ولكن كيف نضمن هنانا المشكلة نضمن من أنه الفاسدين لم يستغلوا غياب الرقابة وغياب سلطة الدولة يستغلوا هذا الوضع لسرقة الكثير من الأموال وهو ما يحدث نرى هيئة النزاه العامة وديوان الرقابة المالية يكثف من نشاطه هذه الفترة ويكتشف الكثير الكثير من الفساد حدد الجهات الرقابية المركزية التي تشرف على تطبيق وزارة المالية والتخطيط غير قادرتين على الإشراف ورصد مسالك الفساد إذا ما حدثت لا يعني إذا نقرأ استقالة وزير المالية بالدقة وزير المالية استقال بسبب كثرة الفساد وبسبب هيمنة الأحزاب الأحزاب الحاكمة على قرارات الموظفين الكبار في الدولة وبالتالي سرقت كثير من المال جدا واضح الدكتور علي علاوي وزير المالية بكل شجاعة ذكر هذه القضية وهذا السبب الرئيسي لاستقالة الدكتور علي علاوي من وزارة المالية وهو كذلك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هذا كذلك أثر يعني استقال تأثرت كذلك على الوضع الاقتصادي في العراق هذا على الصعيد الداخلي ماذا على الصعيد المرتبط بالعقود والصفقات التجارية مع الدول الخارجية كيف أثر عليها هذا الانسداد السياسي اليوم أختي العزيزة سيد زينة أرباك الآن الدولة مربكة بالحقيقة لا تعمل الدولة بحرية مطلقة لا تعمل الحكومة بأجواء نقية ولذلك أثرت على العقود أثرت على الاتفاقيات الدولية أثرت على علاقتها بالدول المجاورة والدول الأخرى البعيدة نعم هناك توجس من كل عمل تقوم به الحكومة هذا ليس معناه أنه جميع الأعمال التي تقوم بها الحكومة هي خطأ هي فيها فساد وفيها سرقات لا ولكن وجود السرقات وجود الفساد وجود الخيانات للأسف وكونها أيضا حكومة تصريف أعمال الأن لا يحق لها عقد مشاريع جديدة أحسنتي بالضبط بالضبط ولكن ولكن حكومة تصريف الأعمال تجاوزت بعض الصلاحيات ولذلك الشعب يتوجس من أي عمل تقوم به الحكومة بغض النظر أن هذا العمل ضمن صلاحية الحكومة أو خارج صلاحيته بغض النظر أن هذا العمل أو الاتفاقية لصالح الاقتصاد العراقي ولصالح الشعب العراقي أم ضده الشعب الآن يتوجس من أي خطوة تقوم به الحكومة لأنه الوضع مرتبك الوضع السياسي على حافة خطرة جدا من الجانبين والتصعيد لا زال مستمر من الجانبين وهذا يربك عمل للحكومة ويربك الوضع الاقتصادي بشكل عام سواء كان بالقطاعين العام والخاص ويربك الحقيقة خطط الدولة للاتفاقيات الاقتصادية ممتنة كثيرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اشتركوا في القناة